بضمان جودة السكنات في صحيفة اليوم التي نقلت عم بالعريب حرصه على اسم الوكالة داعي نطارات الوكالة إلى الحفاظ على سمعة الوكالة التي تعتبر الأكبر في البحر الأبيض المتوسط ومن أجل ذلك تم استحداث مدرية خاصة بمراقبة جودة ونوعية سكنات عدل تضيف جريدة المحور جريدة الشعب توقفت عند أسبوع الحسن بالنسبة لفيروس كورونا وكتبت المواطن مصدر تجاوز الوباء ورصدت الجريدة استجابة معتبرة لارتداء الكمامات والتجار في الموعد تقول دائما الشعب الجيش الأبيض قاب قوسين من الانتصار تكتب المغرب الأوسط عن جهود الاطباء الذين خاضوا عدة معاركة في الصف الأول ضد فيروس كورونا أما جريدة الشروق فعنونت هجرة جماعية نحو سيرغاز وذلك على خلفية رفع أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ منذ أيام قراروا الرفع في الوقود وخاصة في المازوط أدى إلى سقوط حر لسيارات المازوط وتحويلها لأول مرة تضيف الشروق بعد يومين من عودة النشاطات الاقتصادية وفي انتظار انطلاق النشاطات المتبقية الأسبوع القادم لازلت الأنظار توجه صوب النقل بكل أنواعه وكان الحديث عن عودته مادة دسمة تنقلتها مختلف الصحف الوطنية وأخبار اليوم عنونت هكذا سيستعد قطاع النقل للعودة التباعد قدر الإمكان والكمامة إجبارية تضيف الجريدة مقال بعنوان ناقلوا المسافرين يحضرون لاستئناف النشاط تقرؤونه بجريدة المشوار السياسي وقبل شهر أو قرابة الشهر والنصف عن عيد الأضحى المحرر صلطت الضوء على سوق المواشي وأسعارها وأزمة كورونا والقدرة الشرائية للمواطن ونقلت لرئيس فدرالية المواشي تصريحا يطمئن أن أسعار المواشي سوف تستقر وعنوانات ارتفاع أسعار المواشي إلى ما بعد عيد الأضحى تطلعون في جريدة الجزائر إن عاشوا الاقتصاد الوطني الرهان وفي ذات السياق كتبت الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1.5 مليار دولار أما ما كتبته المواقع لنهار اليوم ونبدأ بموقع البلاد وتقرؤون فيه نقلا عن وزير الخارجية أو عن وزارة الخارجية مخدوم يتحدث هاتفيا مع نظرائهم من تونس وليبيا ومصر والسعودية الاتصالات الهاتفية حسب التفاصيل تأتي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول الشقيقة وتناولت أيضا الاتصالات مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي خاصة التطورات الأخيرة في الشقيقة ليبيا وفي هذا الإطار جدد الوزير بوغادوم التأكيد على موقف الجزائري الثابت الداعي إلى تسوية سياسية عبر الحوار بين مختلف الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة واستقرار وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وفقا لشرعية الدولية وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي شقيق بعيدا عن التدخلات الخارجية وبموقع المساء تطالعون الدولة تلتزم بمرافقة المتعاملين السياحيين لعادة بعث نشاطهم بعد رفع الحجر الصحي وهو ما أشار إليه وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حسن مرموري الذي أكد عزم السلطات العمومية على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين بما فيهم مهني قطاع السياحة من أجل إعادة بعث نشاطهم التجاري بعد رفع الحجر الصحي الذي فرض أو فرض للحد من انتشار وباء كورونا وذلك من خلال مختلف التدابير المتخذة في هذا السياق وفي فقرة العالم اليوم تقرؤون فيروس كورونا ظهر وانتشر في شهر أوت من العام الماضي هذا ما كشف عنه موقع سيانان بالعربية الذي نقل دراسة جديدة من كلية الطيب بجامعة هارفورد الأمريكية التي أظهرت أن صور الأقمار الصناعية لمواقف السيارات في المستشفيات في مدينة أوهان الصينية وكذلك اتجاهات البحث على الأنترنت تظهر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في الصين في وقت مبكر من شهر أوت من عام 2019 وهو ما يتعرض مع الرواية الصينية الرسمية التي تؤكد تفشي الوباء في ديسمبر ورصدت الدراسة ارتفاعا كبيرا في أعداد السيارات في مواقف السيارات الخاصة بخمس مستشفيات في أواخر صيف وخريف العام الماضي مقارنة بالعام السابق بالإضافة إلى زيادة سريعة في عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية المرتبطة بمرض معدن في محرك البحث الصيني الكوليرا يزاحم كورونا مسجلا 150 ألف إصابة في مناطق الحوثيين باليمن مقال تقرؤونه بموقع جريدة شرق الأوسط الذي نقل عن مصادر صحية إصابة قرابة 150 ألف شخص خلال خمسة أشهر فقط باليمن وتشير تحذيرات الأممية والحقوقية في هذا السياق لإمكانية أن تضع الأوبئة في مناطق سيطرة الحوثيين أرواح مئات الألاف في أخطار صحية محققة أما الآن مشاهدين الكرام نترككم مع هذه الصورة الكاريكاتورية شاهدنا في كل مكان فاصل ونواصل بالنقاش والتحليل موضوع عودة الناقلين للنشاط مجددا ما هي الأنواع التي سوف تعود قريبا من هم الناقلون المعنيون بهذه النشاطات أو بهذه العودة هذا ما سنتعرف عليه باستخدام